السلام عليكم السؤالي هو يتمحور حول طريقة طرحكم في مدرسة أو إظهار علومي ومدرسة أهل البيت عليهم السلام لماذا فقط يتركز على اللعن والسب صحيح أن القرآن الكريم عودنا وثقفنا على أسلوب اللعن للظالمين والمنافقين وأهل الظلال والوقوف في وجوههم وكذلك أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هناك مباحث أخلاقية في أدعيتي وزياراتي وأحاديثي وأقوال رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لماذا فقط التركيز على اللعن والسب والشتم للمخالفين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا كأن الذي يستمع إلى سؤالكم أيها الأخ الكريم يظن بأن نحن ليس لنا شغل ولا عمل في كل نتاجنا العلمي والفكري والثقافي والتبليغي إلا أمر السبي واللعني لأبي بكر وعمر وأضرابهما إن كان هذا هو مقصودك فهذا إجحاف بحقنا إنك تقول إن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام كثيرا من الجوانب الأخرى هناك جوانب أخلاقية هناك جوانب معارفية جوانب في الأحكام الشرعية ونحو ذلك أين أنتم عنها؟ أو أين أنتم منها؟ نقول إنا تطرقنا لهذه ولنا فيها سلاسل من المحاضرات تتجاوز العشرات بل المئات لكن مع الأسف لا يلتفت إليها كما يلتفت إلى السلاسل أو المحاضرات التي تتطرق لرموز الظلم والعداء لأهل البيت عليهم السلام وهذا أمر طبيعي لماذا؟ لأن تلك السلاسل الأخرى والمحاضرات الأخرى مثيرة للانتباه يعني الإنسان المتلقي يجي يفتح القناة يشوف محاضرة أخلاقية مثلا بعنوان مثلا الأمانة والصدق مثلا يقضب القناة عادة بس لما يشوف عائشة في النار يباوع ها شنو ليش عائشة في النار؟ شصاير هذه طبيعة مجتمعاتنا ماذا نفعل؟ إن كنت تسألنا تقول لماذا هذا التركيز هذا سنأتي عليه لكن فقط نلفت انتباهك أيها الأخ الكريم وتبدو أنت من طلبة العلم كأنه هكذا هو في الحوزة أنه نحن لدينا بحوث أصولية بحوث فقهية بحوث رجالية بحوث قرآنية بحوث أخلاقية سلاسل بأكملها يعني البحوث القرآنية مثلا هذا البحث اللي تقريبا فريد من نوعه يعني في الساحة التبليغية الآن الآن وصل إلى كم؟ تسعين حلقة تقريبا تسعين درسا مثلا أين أنتم منها؟ سلسلة بناء شخصية المستقبل سلسلة أخلاقية في دورتين دورتين وإلى الآن أيضا لم ننتهي من الدورة الثانية أيضا وصلت الله يمكن ما أدريش قد يمكن خمسين ستين درسا أو محاضرة وهكذا وهلما جرى الدروس الحوزوية يمكن مئتين أكثر درس وهكذا فإذن هناك كم وافر لكن بطبيعة الحال أن الشيء الذي يثير الانتباه أكثر هي تلك المحاضرات أو تلك السلاسل البحثية التي تكون أشبه بالقذائف الموجهة لرموز الظلم والطغيان ورموز الانحرف أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه في الجانب البكري وأهل العالم الثالث أهل العالم الرابع من أهل العرفان المنحرف أو من أهل البترية أو من شاكل في الجانب الشيعي أو المسمى اسميا الجانب الشيعي هذه تلفت الانتباه أكثر ومع الأسف الأمة الآن ثقافتها ثقافة اختزالية اقتطاعية فلا تقيم شخصية كما ينبغي يعني يعتمدون فقط على المقاطع المبتورة والمجتزأة اللي دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة ويحكم بناء عليها مباشرة دون أن يستمع لكل المحاضرة فضلا عن محاضرات أخر حتى تنضم هذه بأكملها ومن ثم يقيم ومن ثم يفهم أنه ما هو موقفنا ما الذي قلناه في هذه المسألة أو تلك قبل أن يحكم وهذه مع الأسف من علامات الجاهل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول من علامات الجاهل الإجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم والحكم بما لا يعلم انت افهم أولا ما الذي نحن نقوله ثم عارض ثم عارض هذه مشكلة مشكلة كبيرة يعني شوفوا إلى الآن مثلا آية تعال روح شوف سوي استفتاء أصلا لدى الشارع الشيعي خاصة في الأوساط غير المتابعة لنا إذا تجيب اسمنا تقول له ما هي أبرز ربما يعني ملامح منهج هذه الشخصية أو هذا الكيان فلعله يقال لك إنه هذا يكفر بالتقية يرفض التقية يقول التقية لا وجود لها أو التقية حرام نحن نقول هذا الكلام لا نقول أبدا لا نقول ولكن هذا أمر شاء حتى عند بعض المعممين أصلا معممون يردون علينا ومستمرين يكررون التقية ديني ودين آبائي هذا الذي يقول أنه هذا الزمان ليس زمان التقية إطلاقا هذا الشخص منحرف مخالف لكلام الأئمة عليهم والسلام مساكين أنحن نقول هذا لا نقول هذا أولا تلازم الصحح الرواية فالتقية لفظها الصحيح الرواية التقية من ديني وديني آبائي هذا اللفظ الصحيح ما علينا ثانيا نحن حين نقول إنما الذي نقوله هو هذا أن التقية لها مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذا الذي نقول نقول يا جماعة ما يصير تبالغون في هذه التقية بما يضمحل معه الحق هذا الذي نحن نقول أما ما نلغي حكم التقية بالأصل تقية حكم من الأحكام الإلهية رخصة من الله عز وجل لعباده فتعال أولا افهم حتى تعارض لا تكونن من الجاهلين من علامات الجاهل الإجابة قبل أن يسمع يقاطعك تحاول تشرح له يقاطعك فورا ويتكلم يسمع للأخير بعدين يتكلم من علامات الجاهل الإجابة قبل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم والحكم بما لا يعلم فورا يحكم على يقول لك عميل مثلا أنت لا تعلم يا أخي أنت ما شققت عن قلوبنا أنت ما تدري كيف تحكم هكذا وتتحمل هذه المسؤولية أمام الله تعالى يوم القيامة طيب نأتي الآن إلى هذه المسألة التي ذكرها الأخ الكريم أنه لماذا تركزون نحن لا ننكر صحيح لا ننكر أننا نركز في ضرباتنا على أئمة الكفر والنفاق ورموز العداء لأهل البيت عليهم والسلام رموز الإضلال لهذه الأمة كأبي بكر وعمر مثلا هذا صحيح نحن نركز نحاول من حين لآخر نركز عليهم بما يجعلهم يسقطون عن الاعتبار هذا صحيح ولكن هذا التركيز هذا مشروع لماذا انتبهوا هل يلام أحد إذا ما كان في أجواء الحرب أو المعارضة السياسية لرمز طاغ طاغية من الطغات هل يلام على تركيزه في خطابه على هذا الطاغية لا يلام يعني من هذا الذي يأتي مثلا لحزب معارض بحراني مثلا يعارض سلطة آل خليفة فيقول له إن في إسلامنا جوانب كثيرة ويفترض أنتم كحزب ديني شيعي أن تتكلموا في تلك الجوانب أنتم لماذا في كل يوم فقط كلامكم في هجاء آل خليفة وفي الكلام على حاكم البحرين وفاتحين لكم قناة اسمها ما أدري اللؤلؤة وبس تشتم في حكومة البحرين اتكلموا في الجوانب الأخرى تكلموا عن السلام تكلموا عن الوئام تكلموا ما أدري عن تفسير القرآن مثلا تكلموا عن ما أدري الأخلاقيات تكلموا عن الأحكام الشرعية مسائل الطهارة مسائل النجاسة تكلموا عن العبادات والمعاملات تكلموا إن شاء الله عن عالم الحيوان مثلا ما أحد يطرح هذا الكلام ما أحد يطرح يقول أمر طبيعي هؤلاء يعيشون هذه الحرب هذه المواجه فمن الطبيعي أنهم يركزون ضرباتهم على من؟ على عدوهم على خصمهم الذي يرونه شخصية طاغية تحكم بالحديد والنار لا بد من إسقاطها هذا هدفه هذا معارض سياسي مثلا أو معارض حقوقي أي أن يكن ويرى تكليفه أنه لا بد أسقط هذا الطاغية فلذلك طبيعي أن يكون النصيب الأكبر من كلامه وخطابه مركزا على هذا الطاغية نحن هكذا يا ابن الحلال نحن نرى أننا في حرب مع الطاغية أبي بكر بن أبي قحافة مع الطاغية عمر بن الخطاب مع الطاغية عثمان بن عفان نريد إسقاطهم حتى لا يبقوا سدا أمام بصائر الناس في اتباعهم لهدى أهل البيت عليهم السلام عندنا هذا السد هذا الحاجز وهو أبو بكر عمر عثمان ومن أشبه إذا أزلناه الناس تنتقل إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام وهذا أولى بكثير من أن نصرف طاقاتنا وجهودنا في معارضة حكومة سياسية أيا كانت هذا أولى لأنه من نستطيع أن نسقط له أبا بكر وعمر فيبرأ منهم ويتولى أئمة الهدى عليهم السلام فما آله الجنة يذهب إلى الجنة بالنتيجة مكسب عظيم نحن في هذه الحرب نحن أناس حربيون لغتنا حربية أيها نحن هكذا نحن المعارضة الشيعية الرافضية هي الرفض ما هو الرافضة منهم الجماعة الإسلامية المعارضة لأنه من بعد النبي صلى الله عليه وقال عندنا إسلامان إسلام حكومي جاءت به السقيفة انقلاب صار في السقيفة من بعد هذه السقيفة جاء حكام من أبي بكر وانت نازل هؤلاء كونوا نسخة من الإسلام هذه النسخة الرسمية الحكومية إلى آخره وهناك في المقابل من بعد النبي صلى الله عليه وآله جماعة قالوا نحن نرفض نحن معارضون أعلنوا الرفض معارضة قالوا نحن لا نقبل بهذه النسخة نحن نقبل بالنسخة التي كانت أصيلة لدى أهل البيت عليهم السلام ولا نعتقد بشرعية أبي بكر وعمر ولا نعترف بهما بل نعترف بشرعية أمير المؤمنين الإمام علي عليه الصلاة والسلام هذا هو الخليفة الشرعي وليما الاثنين عشرهم خلفاء رسول الله الشرعيون صلى الله عليه وآله وإسلامه هو الإسلام الصحيح فهذا إسلام الحكومة وذاك إسلام المعارضة وبينهما صراع منذ ألف واربعمائة سنة المشكلة التي حصلت أن المعارضة هذه بسبب توالي الاضطهاد عليها تخلخلت شيئا ما في بعض العصور وخاصة في عصرنا الحالي فقسم منها قسم منها بسبب كثرة الاضطهاد كثرة الظلم مثلا طرحوا مشروع التطبيع يقولون إلى متى نحن نبقى في الصراع مع إسلام الحكومة ورموز إسلام الحكومة خلي نسوي تطبيع مصالح نسوي إلى متى يبقى هذا الصراع يعني فلنعمل كامب ديفيد كامب ديفيد شيعي بكري شلو نسوي كامب ديفيد وجاء أنور السادات مع بيغين وبرعاية جيمي كارتر كان وسوى والصلح وكذا وصار صلح بعد خلص ومثل ما علمنا موجود في تل أبيب العلم المصري العلم الإسرائيلي موجود في القاهرة يعني تبادل الحمد لله صارك واعتراف متبادل وزين والدنيا فل الفل مثل ما يقولون خلص فلنعمل نفس الشيء احنا مثل ما هم علم أهل البيت موجود في الأوساط البكرية إن افترضنا ذلك خلي هم علم أبو بكر وعمر يصير فيه أوساط تطبيع يريدون هكذا نفتح سفارة عندكم تفتحون سفارة عندنا نحترم رموزكم تحترمون رموزنا وانتهى خلص وعفو الله عما سلف احنا مقاومة احنا مو تطبيع أنتما لستم تقولون كلا كلا إسرائيل ممنوع التطبيع احنا أيضا مع هذا النفس نحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ممنوع عندنا حرام أصلا وتقولون نحن محور المقاومة نحن مع المقاومة كلا للتطبيع نعم للمقاومة بس كم حقيقة يسقط من عيني هذا الإنسان الذي يقول كلا للتطبيع مع إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل وهو في المقابل يقبل بالتطبيع مع أبي بكر وعمر وهناك يقول أنا مقاوم وهنا يقول ماذا أنا منبطح أصلا رضي الله عن أبي بكر وعمر هذا لا يستأهل الاحترام حتى وإن كان بوكذيلة حتى أن كان حسن نصر الله ما يستحق الاحترام عندي والله ليس له قيمة فردة حذاء عندي لماذا لأنه المقاوم مقاوم على كل الجبهات لكل ظلم وطغيان أنت لش تتقاوم ما يسمى بإسرائيل على أساس أنها ظالمة صحيح حكومة غاصبة صهيونية ظالمة طيب سبحان الله أبو بكر وعمر أيضا حكومة غاصبة ظالمة ظلمت فاطمة الزهرة عليه الصلاة والسلام فموقف موحد لازم يكون عندك موقفك هناك رفض هنا رفض مقاومة مقاومة كلا للتطبيع هنا كلا للتطبيع هنا أما تقبل بهذا ترفض ذاك فأنت مختل الموازين نفس الشيء نقول حتى في التعامل مع الحكومات نحن ضد حكومة آل سعود مثلا لماذا نحن ضد حكومة آل سعود لأنه مثلا ما عجبنا شكلهم مثلا شواربهم ما عجبتنا مثلا عقلهم ما عجبتنا شماغهم ما عجبنا لا مو لهذا السبب ولا حتى لنمعوران مو لهذا السبب لأننا وجدنا صفة هذه الحكومة أنها حكومة ظالمة فوقفنا ضدها شن الفرق حكومة خامنة أيضا حكومة ظالمة اسألوا الشعب الإيراني اسألوا الشعب لهوازي اسألوا المؤمنين اسألوا حتى المراجع الذين ذاقوا الويلات من هذه الحكومة وهذا النظام تعرض صورة لقوات آل سعود ينكلون مثلا بالأبرياء والمدنيين العزل أو قوات آل خليفة تنكل بالأبرياء والمدنيين العزل ودماء بالشوارع تسيل وتقول ويدهسونهم بالسيارات أحسنتم وتقول بأنه أنا بسبب هذه الأفعال أنا ضد هذه الحكومة نفس الأفعال موجودة في إيران وموجودة كلها موثقة بالفيديو أمام أعينكم لما اعترض الشعب الإيراني على قسم من الشعب الإيراني على نتيجة الانتخابات التي جاءت بأحمد نجاد في الدورة الثانية وكانوا ينادون بأن الفائز بالانتخابات هو مير حسين موسوي هؤلاء هؤلاء اللي كانوا من أتباع أو يعني المناصرين لمير حسين موسوي مهدي كارروبي هؤلاء اللي يسمونهم الخضر وكذا خرجوا في الشوارع أبرياء عزل تظاهر يعني إذن مدنيين أبرياء عزل يعترضون على نتيجة الانتخابات سلميا كيف ووجهوا أنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ترى يعني لا يفهمن كلامي غلط رجاء أنا ترى حتى مهدي كارروبي ما يساوي عندي فلسين مير حسين موسوي هم ما يساوي عندي فلسونوس إذا أكو فلسونوس ما يساوي عندي شيء أنا لا مع هذا النظام ولا مع معارضي نحن نختلف تمام إحنا رافضة ما ندخل في هاي الصراعات السياسية السخيفة التافية وتسفك فيها الدماء ولكن نحن نعترض على مخالفة مبدأ على مسألة حرمة الدم حرمة الأرواح النفوس البريئة ناس طلعوا يعبرون سلميا ما لك حق تواجههم بالدم تدهسهم هكذا أمام عيون الناس شوفوا الفيديوهات اشتووا بالعالم نفس الأفعال التي ارتكبتها حكومة آل خليفة وحكومة آل سعود بل وأنجس منها أحيانا ارتكبت في شوارع طهران في عاصمة خامنة بمباركتي ومباركة نظامه فإذا كيف تقول هذه حكومة عادلة وأنت معها وفي المقابل أنت حكومة آل خليفة ضدها أنت مختل الموازين واحد مثل عيسى قاسم مثلا مختل الموازين ما يستحق احترام لماذا عيسى قاسم إذا أنت بطل إذا أنت مبدئي شريف كما تعارض حكومة آل خليفة تعارض حكومة خامنة كلاهما ارتكبا نفس الجرائم نفس انتهاكات حقوق الإنسان لكن ما يجسر هو لا يجسر هو ولا غيره على هذا لأن ولي نعمتهم هو خامنة شي سوي بعدين منين يأكل يشرب منين هذه هي المشكلة الإنسان المبدئي عليه أن يكون مبدئيا في كل المواقف لذلك كما أنك لا تلوم المعارضة البحرانية مثلا الدينية نحن نتكلم ذو المعممين مثلا المعارضة القطيفية مثلا المتدينين منهم أو المعممين خاصة كانوا في السابق يركزون كلامهم وضرباتهم على شخصيات الحكم فكذلك عليك أن لا تلومنا أننا نحن نركز في ضرباتنا على أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه لأننا نحن المعارضة الإسلامية التأريخية لهم نحن الرافضة أمر واضح لا نلام في ذلك خاصة أن هؤلاء هم بلية هذه الأمة الأمة إلى اليوم تدفع ثمن تركها لأئمتها الشرعيين وتمسكها بأئمة أهل الضلالة والإضلال أبو بكر رمز إضلال هذه الأمة ما لم يسقط وتبرأ منه الأمة فالأمة هالكة وتعيش في الويلات وتنتقل إلى جهنم والعياذ بالله كذلك عمر كذلك عثمان فمن الطبيعي إذن أنه لابد من تركيز الضربات على هؤلاء لإسقاطهم هناك حديث شريف هذا مروي في كتاب سليم عن أمير المؤمنين عليه السلام قال صلوات الله عليه في جملة كلام له وهو يتحدث عن أبي بكر لعنه الله يقول ثم انطلق هو وأصحابه حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فخاصم الأنصار بحقي فإن كانوا صدقوا واحتجوا بحق أنهم أولى من الأنصار لأنهم من قريش ورسول الله صلى الله عليه وآله من قريش فمن كان أولى برسول الله صلى الله عليه وآله كان أولى بالأمر أبو بكر ومن أشبه لما ذهبوا إلى السقيفة ونازعوا الأنصار الخلافة كانت حجتهم أنه نحن أولى برسول الله منكم لأننا من قريش فنحن أقرب إليه منكم فإحنا أولى بكم بالخلافة أولى منكم بالخلافة على هذا الوزان فعلي عليه السلام أقرب وأقرب هو ليس فقط من قريش بل من بني هاشم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره بل هو أخوه بل نفسه في كتاب الله عز وجل فهو أقرب الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن نلزمكم بما التزمتم به بما ألزمتم أنفسكم به فعليكم بتسليم الحكم إلى علي بن أبي طالب فلماذا لم تفعلوا فقد ظلمتم علي عليه السلام إذن ولذلك يقول عليه السلام وإنما ظلموني حقي وإن كانوا احتجوا بباطل إذا كانت حجتهم هذه باطلة فقد ظلموا الأنصار حقهم والله يحكم بيننا وبين من ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابنا ثم يقول عليه السلام وأرجوك لابد تنتبه لهذه الكلمة حتى تشعر بأنين علي بن أبي طالب حقيقة كان متألم يقول والعجب لما قد أشربت قلوب هذه الأمة من حبهم من حب أبي بكر وعمر وعثمان وحب من صدهم عن سبيل ربهم وردهم عن دينهم هؤلاء أبو بكر وعمر ومن أشبه هم الذين صدوكم عن دينكم ردوكم عن دينكم وأضلوكم وأنتم قلوبكم مشربة بحبهم والله يقسم أمير المؤمنين لو أن هذه الأمة قامت على أرجلها على التراب ووضعت الرماد على رؤوسها وتضرعت إلى الله ودعت إلى يوم القيامة على من أضلهم وصدهم عن سبيل الله ودعاهم إلى النار وعرضهم لسخط ربهم وأوجب عليهم عذابه بما أجرموا إليهم لكانوا مقصرين في ذلك ويقسم علي بن أبي طالب وقسم علي مو أي قسم حتى أقولها بالدارجة بالكيف تهمون علي يقول لو كلكم أنت أمة الإسلام اطلعون هشي في الصحراء تقفون على أرجلكم غبار تشيرون رمادهم على رؤوسكم تخلون وتدعون هكذا وقوفا إلى يوم القيامة على أبو بكر وعمر وعثمان هم تكونوا المقصري إلى يوم القيامة يعني بس هذا شغلكم ليل ونهار تدعون عليهم تدعون عليهم تدعون عليهم شونا تلعنوهم هو لعن شونا دعاء على الإنسان لو ليل ونهار تقعدون هكذا تقفون هكذا تقول اللهم اللهم لعن أبا بكر وعمر اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وهكذا إلى يوم القيامة أمير المؤمنين يقول والله هم مقصرين فتقول لنا أنه لماذا نركز عليهم أصلا نحن مقصرون في التركيز عليهم إلى الآن مقصرين ما ندري شو نسوي هاي كل شوية نحاول نسوي لنا مشروع جديد حتى نستثير الضمائر أكثر فأكثر حتى نحرك الأجواء أكثر فأكثر نريد نسوي لنا فيلم نريد نسوي برامج وثائقية نريد نسوي نكتب على العمولات أنه شعارات البراءة مفردات البراءة ننشرها في العالم نطير إن شاء الله طيارات بالفضاء مدري وين نسوي كانوا يردون نسوي المشروع ما سووا خدام المهدي عليهم هكذا بس حتى العالم ينتبه أنه يا أمة الإسلام إن أبا بكر وعمر وعائشة قد أضلوكم وصدوكم عن سبيل الله أضلوكم وأوقعوكم في الهلاك فعليكم بالبراءة منهم هذا أصلا إحنا مقصرين فيه بمعنى الكلمة أقول بالله عليكم كم شخص متشيع مهتدي جديد لما اتصل كان يبكي أحيانا وبحرقة ويلوم ويهاجم هؤلاء الذين يقول ليش سكتوا أنتوا ليش ما بينتوا لنا هذا من أول ليش الآن بس إحنا دعنا نسمع هذا الكلام تذكرون كم واحد تذكر هاي الكلمة وقال إحنا يوم القيامة راح نخاصمكم ونخاصم هؤلاء الذين سكتوا عن أبي بكر وعمر طوال هذه الفترة وخلونا سنوات عمرنا كلها ضاعت عندنا أموات من عندنا آبائنا إخواننا ماتوا ما عرفوا هذا الحق كله بسببكم أنتم أي يا إخوان في وسط أجواء الضلالة المهيمنة على هذه الأمة لابد كل إنسان يضج ضج ضج يضج ويتكلم يصرخ بصرخة الحق والبراءة والرفض للظالم ينادي بأعلى صوته وينشر هذا بمقدار ما يستطيع وما نح نعم لا شك مراسم الأربعين كذلك هذه فرصة عظيمة ولكن نحتاج إلى أولئك الأفذاذ الذين يخترقون الأوكار يخترقون الأوساط الأخرى عمليا على الشارع مو في الواقع الافتراضي فقط في العالم الافتراضي كما يسمونه يعني أجواء الانترنت وكذا ترى يواحد يقدر يكتب الانترنت والانترنت مليان بعد لا نريد اختراقات حقيقة ميدانية حقيقية ميدانية على الساحة اتثير هذه الضجة ضجة المحمودة هذه مثل ما فعلت أختنا هذه المكرمة من الجزائر اللي قبل سنوات ذهبت أخت مهتدية متشيعة ومن بيت عريق جزائري جدها يصير من أو والدها من الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي للجزائر له صولات وجولات معروف هذه ذهبت واقتحمت احدى الجوامع قطعت خطبة الجمعة على خطيب ذلك الجامع وقالت لو اتق الله لماذا تثني وتترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم في خطبهم يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان في خطبة الجمعة ويثنون عليهم يترضون عنه وهاجمت أبا بكر وعمر ومن أشبه ونادت بالزهراء عليه السلام وولاية الزهراء صلى الله عليه وولاية أمة أهل البيت عليه السلام ولعنت أعداء أهل البيت بمن فيهم أبو بكر وعمر فثارت ثائرة المصلين خاصة أنها امرأة لكن امرأة بألف رجل حقيقة بيض الله وجهها يعني ذكرتنا بموقف الزهراء عليه السلام الزهراء أيضا اقتحمت المسجد وجاءت وخطبت وقطعت على أبي بكر خطبته وفضحته خطبتها الفدكية المشهورة هكذا مواقف مشرفة طبعا اعتقلت أخذها الأمن الجزائري لكن سبحان الله الله عز وجل أنجاها ونصرها و يعني أفرج عنها بعد أيام قلائل وسجلت موقفا مخلدا موقف تاريخي اعتبره نحن نحتاج إلى مثل هؤلاء الفدائيين من جهاز التعبير نحتاج إلى هؤلاء الناس الذين يغيرون الواقع يكسرون حاجز الصمت يكسرون هذا الحاجز النفسي الحاجز الإرهاب الفكري هذا أنه ممنوع واحد يمس أبا بكر وعمر أو يتطرق إليهما بشيء حكم بغير ما أنزل الله ما عندنا في شريعة الإسلام حرمة التعرض لأبي بكر وعمر أبدا تاريخ الإسلامي يثبت أن من يتعرض إلى أبي بكر وعمر لا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا عقوبة عليه كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرضون لأبي بكر وعمر أما مرأة رسول الله ومسمعه ما كان يوقع عليهم عقوبة جاء دغفل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو نساب أيضا كان شهير جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله والمخالفون يروون ذلك جاء إليه وتكلم معه وأبو بكر تداخل معه في الكلام فشتم دغفل أبا بكر فكان النبي يتبسم صلى الله عليه وآله وأبو بكر يكرر يا رسول الله ما تراه ما يقول والنبي يتبسم وراح الرجل لحال سبيله هذا يكشف عن ماذا وهذا تاريخ أهل الخلاف روايات أهل الخلاف يكشف عن أن التعرض لأبي بكر ولو بالشتم لا يستوجب عقوبة في الإسلام لأنه هذا صاحب الإسلام صاحب شريعة الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وآله لم يوقع عقوبة على من تعرض لأبي بكر أو من تعرض لعمر أو من تعرض لعثمان بلال الحبشي رضوان الله تعالى عليه أكو أحد من يعرفه كل المسلمين يعرفون بلالا إنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله الرواية عند أهل الخلاف وفيها أن بلالا كان الكلام حول وقت الصلاة يمكن اللي فيها إذا ممكن اطلعوا لياها وأنت أضل من حمار أهلك يقول بلال يقول لعمر أيه إذا طلعوا لياها مضمونها هذا أن عمر وبلال اختلفا في ميقات الصلاة فعمر كان يقول شيئا وبلال يقول شيئا آخر إلا أحسنتم وهذه مصدرها تاريخ دمشق بن عساكر فبلال يرد على عمر ويقول له لأنا أعلم بالوقت منك وأنت أضل من حمار أهلك هذه إهانة شديدة سبة شديدة هذه لم توقع عقوبة على بلال وهذا بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد حياتي مما يكشف عن أن أحدا إذا قال عمر حمار ليس عليه عقوبة في الإسلام هذا هو الأصل أمير المؤمنين عليه السلام سب عثمان وقال الشيخ الكافر حمال الخطايا مثلا فإذا كل من يتعرض لعثمان أيضا لا إثم عليه ولا عقوبة عليه في الإسلام حكيم بن جبلة العبد رضوان الله تعالى عليه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه عليه وآله البررة من أصحاب الثفنات من العباد هذا كان يسب عائشة في معركة الجمل الأصغر لما اقتحمت عائشة البصرة خرج هو مع سبعمائة من أصحاب الثفنات في الطرقات يسبون عائشة هؤلاء هم البررة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من أصحاب الثفنات من العباد الزخاد الأتقياء لا يمكن أن يجسروا على سب مرأة يحرم التعرض لها شرعا فلابد أنهم قاطعون بأن عائشة ساقط عن الاحترام شرعا فيجوز التعرض لها وإن كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما يجوز التعرض لزوجي نوح مثلا وزوجي لوط عليهما السلام فإذن من هذا التاريخ الذي بين أيدينا وهو مروي عند أهل الخلاف نكتشف أن التعرض لهؤلاء ليس بمخالفة شرعية تستوجب العقاب فمن أين جئتم يا أهل الخلاف ويا حكومات أهل الخلاف ويا دعاة أهل الخلاف من أين جئتم بالعقوبة على من يتعرض لهؤلاء يعني أنتم ملكيون أكثر من الملك تأتون ببدعة لا أصل لها إذا النبي لم يعاقب وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لم يعاقبوا وأنتم تقولون هذه مرجعية الدينية والشرعية لم يعاقبوا وكان سب هؤلاء يعني ماشي على الألسن حتى عائشة هناك حديث عن عائشة أنها جئ إليها فقيل لها إن قوما يسبون أبا بكر وعمر فقالت لبقتها بطريقة أنه هذا يعني الله يريد أن يعني يزيد في حسناتهما فلذلك يسبونهما هذه الرواية بحد ذاتها تكشف وهي عند أهل الخلاف أن كان هناك في زمان عائشة ظاهرة متفشية في سب أبي بكر وعمر ما سمعنا التاريخ أنه يقول جاءوا وحدوهم أو سجنوهم أو قتلوهم أو عاقبوهم بشيء أو جلدوهم حتى أبدا كان عادي يعني طبيعي أحيانا هتافات كانت تتصير مثل في عسكر أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل كانوا يسبون عائشة وعثمان صراحة تخيل هكذا هتافات مواكب كان عندهم مواكب عظيمة هكذا في جيش أمير المؤمنين ويخاطبون عائشة وجندها ويقولون لهم دليلكم عجل بني أمية يعني عثمان يقولون عثمان عجل وأمكم خاسرة شقية هاوية في فتنة عمية بهذه الصراحة يسبون عائشة ويسبون عثمان وأمير المؤمنين وسطهم ما قال أخذوهم واجلدوهم إنهم أتوا بمنكر في الدين وعليهم هذه العقوبة إذ تعرضوا لعثمان وتعرضوا لعائشة ولا قال لهم عيب عليكم ترى المرجعية ما تقبل ما قال هذا الكلام من زين ولا قال لا تسبوهم وما أدري كذا أبداً كان عادي يعني مواكب وهكذا وسط الجند بشكل طبيعي هتافات ونداءات وشعارات كلها مؤرخة بالتاريخ شيخ المفيد مثلاً يرويها رضوان الله تعالى عليه ولا ينكرها ولا يقول ما كان هذا ينبغي بل على العكس هو بنفسه يتعرض لهم فإذن إلى متى هاي الأمة الإسلامية ستبقى مغالية ليش هذا الغلو يا إخواني لماذا غاليتم في أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه بحيث صار من ينتقدهم أو يندد بهم أو حتى إن شاء الله يلعنهم أو يسبهم صار مرتكباً لكبيرة من الكبار يستحق عليها الإعدام أحياناً يستحق عليها الجلد يستحق عليها السجن أن تأتي بعقوبة ليست من الإسلام فهذه بدعة مغالات هذه هذا غلو لا حق لكم هذا إرهاب فكري خلي الناس براحتها اللي عنده مشكلة مع أبي بكر عنده حجة شرعية أم لا تعال أنت يا من تسب أبا بكر عندك حجة شرعية في سبه يقول لك نعم خلص لك أن تحاوره لك أن تناقشه أما أن تقول أنا سأوقع عليك عقاباً لمجرد أنك تعرضت لأبي بكر هذا أمر مخالف للإسلام حكم بغير ما أنزل الله فنحن المعارضة الإسلامية الرافضية التي تجتهد للعودة بالأمة إلى جذورها وأصولها إلى ما كانت عليه زمان رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أن هذه الأمة بدأت تغالي كثيراً في الشخصيات التي أضلتها وأبعدتها عن الصراط المستقيم وأنه لابد من نسف هذا الغلو وجعل أبي بكر عمر عائشة ومن أشبه في حجمهم الحقيقي وتعريتهم بحيث تظهر صورهم الحقيقية كذلك عائشة مثلاً تعريها شون تطلع فاحشة مثلاً لابد هذه الحقيقة تصل للناس لأنه بغير وصول هذه الحقيقة إلى الناس لا يمكن للأمة أن تتبصر وتعرف طريق الهدى وتميزه عن طريق الضلالة فلا نلام إذن إذا ما ركزنا على هؤلاء هذا أمر طبيعي جداً وهو متوافق مع طبيعة الإنسان كل إنسان يحمل قضية معارضة لجهة ما أو لشخصية ما من الطبيعي أن يكون أكثر كلامه ضد هذه الشخصية ترجمة نانسي قنقر